ما هو فرق الجهد الكهربي بالتحديد؟ لنفترض وجود كرة ثابتة على سطح الأرض هذه الكرة في حالة سكون وبالتالي فإن طاقتها الكامنة أو طاقة وضعها يساوي صفر إذا أردنا تحريك الكرة مباشرة إلى الأعلى فنحن بحاجة إلى توفير بعض الطاقة ضد قوة الجاذبية المؤثرة على سحب الكرة إلى الأرض ولأن الجاذبية تسحب دائماً الأشياء إلى الأرض نحو الأسفل لذا فإننا نبذل شغلاً لدفع الكرة إلى الأعلى في الهواء وتحصل الكرة على طاقة نسميها طاقة الوضع وبالتالي فإن الكرة فوق السطح تمتلك طاقة وضع عالية باعتبار أنها تحتوي على خمسة جول مثلاً إذا حسبنا الفرق في طاقة الوضع للكرتين فإن الفرق سيكون خمسة جول وهذا ما يسمى بفرق طاقة الوضع بين الحالة النهائية والحالة التدعية وهنا كما نرى تتجاذب الجسيمات المشحونة بشحنات متعاكسة وتلتصق ببعضها البعض بسبب القوة الكهربائية والآن كما قمنا برفع الكرة عن سطح الأرض من خلال بدل شغل ضد قوة الجاذبية الأرضية سنقوم ببذل شغل لتحريك الشحنات السالبة ضد قوة جذب الشحنات الموجبة هذا الشغل المبذول على الشحنات السالبة يتحول إلى طاقة كهربية تتسبها الشحنات السالبة ويتسبب في وجود فرق في الطاقة الكهربية بين الشحنات السالبة والموجبة وهذه الطاقة التي اكتسبتها الشحنات السالبة تقدر بوحدة الجول لكل كولوم وهي ما نعرفه بالفولت وبالتالي نقول أن هناك فرقا في الجهد بين الشحنات السالبة وشحنات الموجبة يحسب بوحدة الجول لكل كولوم أو بوحدة الفولت والآن عندما نحصل على بطارية بقيمة 1.5 فولت فهذا يعني أن فرق الجهد الكهربية بين قطبيها هو 1.5 فولت أي أن هذه البطارية قادرة على بذل شغل على الشحنات في الدائرة الكهربية مقداره 1.5 جول لكل كولوم من الشحنة وعندما نقوم بتوصيل سلك نحاس بالبطارية وبسبب فرق الجهد الكهربية هذا يتم دفع الإلكترونات بواسطة الطرف السالب ويتم سحبها بواسطة الطرف الموجب ستنتقل الإلكترونات الموجودة في سلك النحاس من ذرة إلى ذرة مما يؤدي إلى إنشاء تدفق للشحنة الكهربية نعرفه بالتيار الكهربي ومع استمرار تدفق الإلكترونات يقل فرق الجهد الكهربي بين طرفي البطارية إلى أن يصبح مساويا للصفر وهنا يتوقف تدفق التيار الكهرب المهار في الدائرة لعدم قدرة البطارية على استمرار تحريك الإلكترونات عبر الدائرة ترجمة نانسي قنقر